السلام عليكم طبعا لاحظتم في الآوينة الأخيرة أنني أنوع في المواضيع المطروحة في القناة وأحاول الذهاب إلى شتى الميادين والأفكار هذا ليس مقصودا بصراحة أنا فقط أحاول إبداء آرائي أو التحدث أو شرح بعض النقاط والمواضيع التي تهمني أنا شخصيا في حياتي العادية أحيانا نتابع خبر سياسي يهمنا أحيانا خبر فني أحيانا أمور متعلقة بالعمل أحيانا أمور متعلقة بالعلاقات لذلك أحاول في هذه الفيديوهات المفتوحة من القلب إلى القلب في الدردشات والفطفضات التي أقوم بتصويرها لكم أن أطرح هذه الأفكار ببساطة وبسلاسة وأتمنى أن أكون تمكنت من الدخول إلى قلوبكم بالبساطة التي أريد وأبتغي تقديمها لكم اليوم بصراحة أريد التحدث عن موضوع أنا شخصيا شغلني وشغل الرأي العام العربي في الفترة الأخيرة في الأشهر الماضية القليلة وما زال يحير الجمهور حيث نطرح الكثير من التساؤلات عن أسبابه وحقيقته وخفاياه وكواليسه أتحدث اليوم عن شيرين عبد الوهاب الفنانة الحساسة المرهفة وقصة زواجها وطلاقها من النجم حسام حبيب هذا الفيديو ليس للتنمر أو للمهاجمة أو لا لا هذا الفيديو للنظر في خلفيات ما يحدث ولماذا يحدث وحقيقة ما يحدث عن طريق تحليل نفسية شيرين ولماذا تتصرف بهذه الطريقة والتحليل هو تحليل واجتهاد شخصي من واقع متابعة لهذه النجمة من لحظة انطلاقها في عالم الفن ومشاكلها التي انتشرت بين حين وآخر وحتى يومنا هذا الكل يعرف أن نمط الغناء الخاص بشيرين هو النمط الحزين الكلاسيكي الرومانسي الهادئ والذي تمكنت عن طريقه من دخول كل البيوت العربية من دخول الوجدان العربي ومن سحر القلوب بإحساسها المرهف إحساسها العالي طبعا إلى جانب صوتها الجميل هذا الإحساس لم يأتي من فراغ عندما تغني فنانة بهذا الإحساس العالي وهذا الرومانسية والألحان الشجية هذا يعني أن هناك إحساس عميق ساكن في داخلها في وجدانها وأنها تتمكن من ترجمة هذا الإحساس عن طريق أوتارها الصوتية ومن هنا سوف تكون الانطلاقة في التحليل سوف ننطلق من هذه النقطة بالضبط نقطة الإحساس نحن نتحدث هنا عن إنسان يتمتع بقدر عالي من الإحساس المرهف هذا الإنسان الذي يتمتع بهذا الإحساس المرهف هو عرضة للخج في أي لحظة هذه مسألة يجب أن ننتبه لها وهذه النوعية من الأشخاص الحساسين الذين يتعرضون للخج بسهولة تكون إنفعالية وفي الوقت نفسه تكون طيبة القلب أي أنها يمكن أن تتعرض الأذى بسهولة كلمة بسيطة يمكن أن تجرحها وتبكيها وتجعلها تكتئب لأيام وفي ذات الوقت هي يمكنها أن تعبر بطريقة غير ذكية أو بطريقة عفوية أو اندفاعية عن حقيقة مشاعرها دون أن تحسب حساب للكلام أو لنتائج هذا الكلام أو لمستقبل هذه العلاقات وهذا ما حصل مع شيرين بالضبط خلال مشاكلها الأخيرة مع زوجها حسام حبيب طبعا أنا لن أخوط في الكثير من التفاصيل التفاصيل منشورة وربما أغلب من يشاهد هذا الفيديو دخل ليشاهد الفيديو لأنه يعرف هذه القصة لكن تحليلي للأمر أن شيرين تعاني من مشكلتين أساسيتين المشكلة الأولى هي افتقادها للذكاء الانفعالي المشكلة الثانية هي افتقادها للذكاء العاطفي نأتي أولا للذكاء الانفعالي هنا هذه المشكلة واضحة بالنسبة لشيرين وقد شاهدنا أنها تعرضت لمشاكل كثيرة مع نقابة الفنانين وتم التحقيق معها بسبب تفويها ببعض الكلمات غير الجيدة أحيانا أو غير المدروسة على خشبة المسرح وبالتالي هي إذن عندما تنفعل سواء انفعلت أي كانت سعيدة جدا أو حزينة جدا عندما تتعرض لانفعالات عاطفية لا يمكنها أن تعبر أو تتكلم بطريقة متزهنة كما يجب ولهذا تسقط في الكثير من الهفوات هذه النقطة لدى شيرين ضعيفة هي عندما تفرح أو تحزن أو تكتئب قد تتفوه ببعض الأمور التي تؤذيها وهذا كان واضحا في المقابلات خصوصا المسجلة التسجيلات الصوتية التي تم نشرها كان هذا واضحا عندما تفوهت بالكثير من الأمور التي ربما لم تكن مدروسة بالقدر الكافي أمور ربما لم تظهر للمستمع وتعطي الانطباع الصحيح يعني عندما تتحدث عن أنها كانت تنام على الكنبة مثلا ربما هي تقصد بعض الأيام أو بعض الليالي التي كانت تمضيها في مشاكل وخلافات زوجية فتضطر إلى النوم على الكنبة كما تحدثت وليس كما قد يوحي كلامها بأن كان هناك فراق دائم في الفراش الزوجي هذا مثال وهناك أمثلة أخرى يعني هي خرجت بتصريحات كثيرة وحتى بالأغاني أخذ المستمع الأغاني وأسقطها على حالتها وعلى زوجها ووجد أن هناك الكثير من المطابقات بين الأغاني التي غنتها وبين مواصفات زوجها فمثلا اعتبروا أنها عندما قالت القماص كانت تقصد زوجها اعتبروا أن عبارة في إحدى أغانيها هي أصل الحيلة الدلوعة عايز كلمته مسموعة اعتبروا أن هذه العبارة المقصود بها وزوجها فبرأي الشخصي وتحليل الخاص أن ما قالته شيرين في هذه التصريحات هو كما نقول بلهجتنا فشت خلق هي متضايقة لديها بعض المشاكل مع زوجها وربما خلاف لم يحل وخرجت بهذه التسجيلات أو التصريحات وكأنها تفضفض لمن تتكلم معه وتخرج هذا الانفعال الذي بداخلها هي غاضبة من شيء ما وقع في العلاقة أغضبها ودفعها للكلام ما مدى دقة هذا الكلام أو ديمومته أو حجمه لا أحد يعلم لكن على ما يبدو أننا فهمنا شيئا وأصل المشكلة أو حجم هذه المشاكل التي قصدتها شيرين لم يكن بالمقدار الذي فهمناه خصوصا أنها عادت إلى زوجها مؤخرا بحسب الكثير من الأنباء المتواردة والتي أكدها صحفيون كبار هذا بالنسبة للذكاء الانفعالي بالنسبة للذكاء العاطفي هي أيضا تفتقد إلى هذا الأمر بمعنى أنها يمكن أن تشتريها بكلمة ويمكن أن تحصل على عطفها بكلمة هي حنونة جدا هي معطاءة جدا في العلاقة ومهتمة جدا في الحياة العاطفية وفي الشريك العاطفي لكن في الوقت نفسه يمكنها أن تغضب منك على أقل هفوة أو على أقل تصرف أو على أقل إهمال بمعنى أنك إذا قالت لك صباح الخير ولم ترد لها صباح النور يمكن أن تحزن وتعتبر أنك أهملتها وتعتبر أنك لم تعد تحبها وتكبر الموضوع من النواحي العاطفية عن حجمه الطبيعي المعتاد فهي يمكنها أن تضحي بنفسها وبمسيرتها وربما بمهنتها في سبيل الحب والعاطفة والشريك وفي المقابل لن تسمح لهذا الحب أو الشريك بإهمالها ولو بمقدار بسيط حتى إذا ما وقع هذا الإهمال اعتبرته أمرا خطيرا لا يمكن السقوط عنه وربما تذهب إلى بعض الصحفيين لتخرج ما في جعبتها أو ربما هي تعلن عن انفصالها لكي تؤنب هذا الشريك أو تشعره بأنه بدأ يخسرها أو خسرها بالفعل لذلك أنا أعتقد أن ما حصل مع شيرين هو نوع من الخلاف خلاف زوجي بخلفية ليست كبيرة كما كنا نتوقع نحن وأن هذا الخلاف اعتبرته هي أنه يجرحها على صعيد عاطفي ولذلك اختارت الانفصال وربما الطلاق أقول ربما وعلى هذا الأساس عندما تم إعادة الاجتماع بينها وبين زوجها وربما كان هناك أطراف أخرى دخلت على خط حل النزاع بينهما وجلست هي مع زوجها وجلس هو معها وتحدثا سويا ووقعت الفطفضة والدردش بينهما بهدوء عادا وتوصلا إلى حلول وعادا إلى بعضهما إذن المشكلة ربما ليست في العلاقة أو في الخلاف هي المشكلة أساسا في أن شيرين هي شخص نعود عود على بدء هنا هي شخص حساس مرهف الإحساس والمرهف يتعب نفسه ويتعب من حوله يعني هي تدفع الثمن أولا ثم من حولها يدفع الثمن معها ثمن هذه الحساسية الزائدة من أين تأتي هذه الحساسية؟ من تجارب الطفولة وتجارب الحياة وألام الماضي وهذا واضح أنت تكون متيقنا أن خلف هذا الصوت والحديث وهذه الشخصية هناك الكثير من التجارب المريرة والآلام في الماضي وفي الطفولة تحديدا وهذه الآلام تحدث تراكمات في النفس البشرية هذه التراكمات تؤسس لهذه الحساسية الزائدة فتصبح أقل كلمة أو أقل خطأ يؤذيها وتصبح هي متعلقة كثيرا بالأشخاص الآخرين وتخشى خسارتهم لكنها في الوقت نفسه لا تسمح لهم بإذائها ولو بكلمة ولا تنسوا أيضا أن شيرين دخلت في علاقات عاطفية سابقة وتزوجت وتطلقت من قبل وهذه العلاقات أيضا والتجارب العاطفية ستكون بالتأكيد قد تركت الكثير من الأذى النفسي عليها في النهاية الحل للتعامل مع الأشخاص الحساسين من هذا الطبع هي بطمأنتهم بالتعامل معهم بطريقة فيها الكثير من العناية والاهتمام وضخ الشعور الدائم لديهم بأننا ما زلنا نحبهم وما زلنا نهتم بهم وأننا سنبقى بجوارهم إلى الأبد مخلصين لهم ومحبين لهم كما هم يخلصون لنا ويتعلقون بنا عند طمأنتهم ستجد أنهم عادوا إلى طبيعتهم وهدأت ثورتهم ستجد أنهم عادوا إلى أزواجهم أيضا هذا تحليلي وربما أكون على خطأ وربما على صواب ما رأيكم عنتم وما تحليلكم لحقيقة ما حدث لماذا انفصلت شيرين لماذا خرجت بهذه التصريحات ولماذا عادت إلى زوجها طالما أنه بهذا السوق الذي ظهر لنا في هذه التصريحات المكتوبة والمسجلة أكتفي بهذا القدر السلام عليكم